وضمن الحملة التي أطلقها الشيخ خميس الخنجر للتخفيف من تداعيات الانقطاع في الطيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة تستمر كوادر المشروع العربي بتوزيع الثلج على النازحين وقد وزعت فرق المشروع العربي الإغاثية الثلج على النازحين في مخيمات الخازر ويوتيوب الموصل إضافة إلى مخيمات النازحين في المدينة السياحية بالحبانية وعمرية الفلوجة بالأنبار وأكدت مكاتب المشروع العربي في العراق استمرار دعمها للنازحين حتى إعادتهم إلى ديارهم